فيروس كورونا وتدعيات الوباء على طاولة منظمة التعاون الإسلامي اجتماع استثنائي عبر الفيديو لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تداول في أثار الوباء على أمن الصحة العامة والاستقرار المالي للدول العضاء وخلال الاجتماع أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التزام السعودية بدعم الدول العضاء لمواجهة وباء كورونا من جهته طالب الأمين العام للمنظمة دكتور يوسف بن أحمد العثامين بمد يد العون للاجئين في مناطق النزاع خلال هذه الأزمة نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم إلينا من المنام الكاتب والبحث السياسي صلاح الجودر سيد صلاح أهلا بك معنا بداية دعنا نتحدث عن همية هذا الاجتماع وإلى حد كبير همية مخرجات هذا الاجتماع في مواجهة فيروس كورونا على مستوى دول المنظمة نعم أعتقد أن اليوم الجميع تابع توصيات منظمة التعاون الإسلامي خاصة مع ظهور هذه الوباء المستشري اليوم على العالم من الأهمية بمكان أن يكون هناك تعاون بين كل الدول منظمة في أي تكوين وأنا أعتقد منظمة التعاون الإسلامي اليوم تتحمل مسؤولية كبيرة أنا أعتقد أن ما وضع اليوم المسؤولين في هذه المنظمة من تجارب لمكافحة الوباء كان الأبرز أنا أعتقد أن كان لربما ثلاثة محاول رئيسية المسألة الأولى هي الصحة وهي متابعة العمل الصحية أو الاحترازات الصحية التي قامت فيها الدول الكثير من الدول المنطقة العمومة خاصة من المنطقة العربية ودول الخليج بشكل خاص قدمت نماذج كبيرة في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وهذه جدا مهمة خاصة في مرحلة الصدمة أو ظهور الوباء وهذه الدول اليوم تقود هذا العمل الأمر الثاني هناك مسائل شرعية بالنسبة عن صيام شهر رمضان وما يرافق شهر رمضان من تكتلات بشرية سواء في دور العبادة أو حتى في المجالس الأهلية أو عند الناس وهذه من روح رمضان التي الناس تعودت عليه أنا أعتقد أن اليوم التوصيات كانت واضحة من منظمة التعاون الإسلامي أن يكون المسلم ملتزم بهذه المبادل اللي هو التباعد والإنزواء وكذلك يعني يكون بعيد عن هذه التجمعات ومنها دور العبادة وأعتقد أكثر الدول ومنها طبعا البحرين والمملكة العربية السعودية على رأسهم التزموا بهذا الأمر فلذلك لا نجد هناك تجمعات بشرية في دور العبادة وهذا شيء جدا جميل وراقي أن يتفهم المسلم هذا الأمر الأمر الثالث وهو المهم بالنسبة لدعم هذه الدول لمكافحة الفيروس كورونا المستجد أنا أعتقد منظمة التعاون الإسلامي ركزت على هذه أن الدول اللي تحتاج دعم ولا ربما السعودية أعلنت عن دعمها بشكل كبير وواضح وهذا ما يميز هذه المنظمة أنها دائما سباقة لعمل الإجراءات الوقائية وهذا اللي كان يحتاج أنا أعتقد كانت كل دولة تعمل بآلية مختلفة برؤية مختلفة وإن كانت البحرية من الدول في المقدمة اللي قدمت طبعا نموذج راقي في إغلاق كل المنافذ هذا الاجتماع طاري هو ضمن سلسلة من حملات وخطوات تتخذها منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة تفشي الفيروس دعنا نتطرق هنا إلى تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عندما شدد على وجوب مد يد العون للاجئين والنازحين من أجل مواجهة فيروس كورونا كيف السبيل إلى ذلك سيد صلاح خاصة بأن هناك عدد كبير منهم مزال متواجد في مناطق فيها نزاع يعني هذه واضح وهذه الإشكالية الكبيرة أن هذه المناطق اليوم يجب أن يفتح المجال لهذه المنظمات الإنسانية وفي مقدمة منظمة التعاون الإسلامي أن يفتح المجال إلى إيواء هذه الجماعات وكذلك عمل التباعد بينهم ما ممكن بس أنهم مع هذه الأزمة مع مشردين في الأرض أنا أعتقد أن تتحمل المنظمة السبيل إلى معاونته وأنا أعتقد أن ربما ما يحدث في اليمن مع الأسف الشديد يحتاج إلى دعم المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول من قام بمد يد العون ووقفها لأطلاق النار أو ابتعاد عن هذه من أجل إفساح المجال للأعمال الإنسانية أنا أعتقد كذلك ما يحدث اليوم في سوريا بعض الدول تحتاج إلى دعم هذه المنظمة اليوم افتحت الباب أن يكون هناك دعم ويكون هناك تعاون بين كل المنظمات الإنسانية ليس فقط منظمات التعاون الإسلامية وإن كانت تحمل هذا الهم بشكل كبير وكما بيّن الأميل العام الدكتور يوسف العثيمين ولكن كذلك الدول والمنظمات الأخرى يجب أن تفتح المجال الآن يجب أن تصفى هذه المسائل خاصة للصراعات من أجل تقديم يد العون إلى اللاجئين وأعتقد من جانب الإنساني يجب أن العالم اليوم يتحل أنا أعتقد هذه الخطوة الأولى اليوم وخاصة أن اللقاء المنظمة الناس اليوم مستبشروا بخير لمعالجة هذه النزوح الجماعي الذي يحصل في بعض المناطق الكوبة سيد سلاة دعنا أيضا نتطرق سريعا أيضا لتصريح وزير الخارجي السعودي الأمير فيصل بن فرحان عندما قال بأن الدول الأعضاء قادرة على تجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا العالمية ما الرسالة التي تقرأ من هذه التصريحات وضعنا المسؤولين في المنطقة أو ربما السعودية من أبرز الدول التي تدعو دائما لهذه والأمير فرحان وضح هذه المسألة أن كل الدول اليوم بإمكانها الإسهام ليس فقط أنها تكون من دولة واحدة ولكن كل الدول اليوم العدو واحد وهو فيروس كورونا أننا اعتبرناه عدو لن يستثني جنس عن آخر أو طائفة أو مذهب لا هو يستهدف العنصر البشري واستأصال العنصر البشري لذلك نحتاج إلى مثل هذه الرسائل اليوم أن نتكاتف المجتمع الدولي الفعاليات خاصة على رأس السلطة والفعاليات السياسية اليوم تسعى إلى مواجهة فيروس الكورونا وتجاوز هذه الخلافات أن اليوم أنا أعتقد هذه رسالة واضحة لكل الجميع ولربما من خلال منظمة التعاون الإسلامي اليوم رسالة واضحة وجميلة أن يكون هناك من يدعو إلى مثل هذه الأمور لمواجهة هذا العدو ليستهدف استأصال العنصر البشري شكرا لك سيدة صلاحة الجودر على المشاركة معنا الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من المنامة